احنا خلاص خد بالك زي ما قلنا البيان الرسمي صدر بتاع نادي الزمالك عشان نختم بقى الكلام هتولنا كده البيان الرسمي اهو بص يا خضر قدامنا عالشاشة اهو هتولي يا جماعة كده عالشاشة اللي ورا دي عشان انا مش شاف من بعيد عشان ده البيان الرسمي كده على البيج الرسمية بتاعة نادي الزمالك قرر مجلس دارة نادي الزمالك بالاجماع الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السبر المصري المقرر إقامتها يوم 5 مايو الجاري في دولة الإمارات أكد رئيس النادي أن هذا القرار جاء بالإجماع من كل عضاء المجلس بسبب سلسلة من قراراتها المتعنتة والمستمرة من اتحاد الكرة بداية من أزمة قيدي الصفقات الشتوية وحرمان الفريق من مجهودات اللاعبين الجدد وصولا إلى أزمة إقاف اللاعب الهارب محمود عبد المنعم كهربا هو الأمر غير المقبول مش الغير مقبول غير المقبول غير المقبول لغويا غير المقبول تماما من مجلس دارة النادي وبناء عليه تم اتخاذ قرار الاعتدار عن المشاركة في مباراة السوبر حرصة رئيس النادي على توجيه الاعتدار إلى الشعب الإمارات والأشقاء في مجلس أبو ظبي الرياضي والسادة المنظمين وجميل الزمالك والأل التي قامت بحاجز تذاكر اللقاء مؤكدا لهم أن القرار جاء حفاظا على حقوق نادي الزمالك فوزل الموحبات التحدي الكرة للطرف الآخر كده ما اعتقدش الزمالك نصحى منهم لا ما اعتقدش يعني كده خلاص بقى يعني فكرة انك تصحى منهم تتفاجئ بقرار مش كده صعب جدا يعني وهنادي الزمالك متعامل على انه إجمال مش القضية دي بس يعني هو بمتاخذ انه سلسلة مواقف من التحرى الكرة ضده فبناء عليه على المواقف العام هو اتخذ القرار في المشاركة بعدما السوبر احنا على فكرة برضو حاولنا ان احنا نكلم المنظمين حتى في الإمارات الناس هو ناس برضو يعني مش هتفيرتبات مش متعود احنا متعودين واقع مش معهودة واقع مش معهودة لا احنا بالنسبة لنا برا لا انا بقول لك التذاكر ومارش يا بي اعني خلاص اليوم ده بكرة مش هنتكلم فيها اه جديد انا بقول لك حدوتا جديد ده بكرة مش مستوعد مش مستوعد فكرة انه ان ماتش وتذاكر وجمهور وبتاعه فجأة الطرف التاني مش قبلها بتلابت ايام كورسي في كلوب كورسي في كلوب اه لكن هو في الاخر هو منظم كاس السوبر من طرفيها ده لا تفرق تفرق طب هل هيعده بقى التذاكر اعتقد بدي دي الحاجات بقى لسه بقى التفاصيل بقى دي سهلة مش هي مش هي لها تبقى يعني لكن هو الجمهور حبير حقه بقى جمهور الزمالك يرجع التذاكر اذا اراد اللي عايز يرجعها بيرجعها وبتطرح مرة تانية اقول يروح الشجع برم الزمالك بس نهاردة قد بالك النهاردة الاتنين فبقى ثلاث ايام ثلاث اربعة خميس ساعة لا هي ورطة ورطة وخلي بالك يعني اللي فتكر انتحاد الكرة هيخرج كاس بامل الحكاية دي لا سواء كان مع الاهل او مع الزمالك الخاسر الاول في الموضوع ده اتحاد الكرة ليه بقى خاسر انت دلوقتي انت قص حاجة زي السوبر ده زي ما يتنظمش او ترجع فيه وفرقة تبعد فرقة زي الزمالك والرعاية والتزاكر والدوشة اللي فيها دي اللي بيتحمل ده كله في الاخر اللي بشيل الليلة بتعاد الكرة لا في رأيي يعني هي قوة الماتشكة طبعا طبعا الماتشكة الاهل والزمالك بيبقى له طعم تاني وانا اعرف انه الناس في الامارات مش من يعني في كل الامارات يعني بدأ حاجة زيته ومسافرة وكيانه زي ما انت قلت رحلة اه بيجي يعني مجمعات رايحة طبعا متسافر ساعات انت بي ناس بتكلامك يعني مهنه احنيك انت فيه مصريين جاين من السعودية ومن الكويت ومن امارات فعيدة ومن امارات فعيدة لا تغير حتى الامارات الدهوة طبعا ده في مصريين او كويتة او قطريين بييجوا الماتش ده وردوا طبعا تعارف قطر في الامارات نص ساعة طبعا السعودية للامارات ساعة كده يعني طبعا فاللي حاجس تيران واللي حاجس فندق اه طبعا اخسر الحياة كتير قوي افضل كلمة قلتك ان احنا بكرة توتا توتا كهربا والصبر خلصت بكرة نبدأ في حدوتا حدوتا جديدة بكرة حدوتا كهربا حلوة لمن توتا والصبر خلصت بقى خلاص ونبدأ في حدوتا جديدة بكرة فعلا خلاص يبقى يعني نختم الحدوتا بتاعت النهارة خلاص كدر صديقنا العزيز الرسول احمد الخضري شرفتنا انا اتشرفت بي شكرا جزيلا كل سلام انت طيب اوز محمد وعيد سعيد كده عليكم على صوتك الكريم طيب انا كده وصلنا لنات حلقة النهاردة حاوضنا لنا مقدر الامكان انك تعيشوا معنا الاحداث لحظة بلحظة بكرة ان شاء الله اذا كان لنا عمر المشيئة اللي في تمام الحديق عشر مساء حلقة جديدة من بوكس تو بوكس الى اللقاء